من مجرمين ومطلوبين للقضاء بجرائم جنائية إلى الأثر الأثرية في المناطق الموالية للنظام وغيرها من المناطق بحمى إنهم متزاعموا الميليشيات التي سندت النظام في عمليات قمع الثورة بعد أن عفى عنهم وأطلق يدهم نهبا وتعفيشا وتنكيلا بالشعب السوري وسرقة أمواله طلال الدقاق وباسم محمد وأحمد العمر وفتكوش وغيرهم باتت أسماؤهم تترأس أي مشروع تجاري وصناعي في محافظة حمى وبلغت ميزانية الواحد منهم ملياري ليرة سورية باسر محمد وأيمن السميرة وشخصيات عديدة بالأساس هي عبارة عن مجرمين وصفاحين عفى عنهم النظام وخرجوا لأجل مقتلة الشعب السوري منذ بداية السورة وتزعموا هذه الميليشيات التشبيحية التي قامت بتعفيش وقتل وخطف الشعب السوري وأصبحوا الآن من أصحاب الأملاك طلال الدقاق أحد أبرز متزعمي ميليشيا تنتمي للمخابرات الجوية في حمى فبعد إعفائه من ملاحقات قضائية بجراء مشائنا مع اندلاع الثورة السورية وحصوله على رتبة ضابة شرف من سهيل الحسن وامتيازات لا تعد ولا تحصى باتت عمليات الخطف للمدنيين واعتقال الثائرين ومفاوضة ذوهم على مبالغ مالية وصلت بعضها إلى عشرة ملايين ليرة سورية باتت بالنسبة له الدرجة الأولى على سلم الثراء ليمتلك مؤخرا سبع محطات وقود ومعمل للأدوية ومعرض للسيارات ومزارع حيوانة نادرة كذلك أبو ميزر وأحمد العمر وباسم محمد ومتزعموا ميليشيا سيغاتا الموالية بلغ رصيد الواحد منهم ملياري ليرة سورية من عمليات الدهم وتعفيش ممتلكات المدنيين والتهريب حيث المزارع والحدائق والشاليهات على الشاطئ السوري باتت أغلبها ملكهم فضلا عن شركات الاستراد والتصدير نضرب لك مثل طلال الدقاق طلال الدقاق يمتلك مزرعة خيور يمتلك مزرعة أسود طلال الدقاق أصبح من أصحاب الأملاك من أين؟ طلال الدقاق لا تنعرف تاريخه شوه بالأساس اليوم طلال الدقاق يتكلم بالمليارات وأساسه ولص ومرتزاق ونفس المبدأ كمان هؤلاء اللصوص اليوم بالساحل تلاقي لون شواطئ اشتروا شالهات اشتروا فناديق بات متزعم ميليشيا أسد الطائفية جزءا من الاقتصاد السوري لدرجة أنه لم يعد بمقدور النظام ردعهم أو ملاحقتهم غير أنهم باتوا يتحكمون أيضا بعمل المؤسسات الحكومية وحقوق المواطنين في رأس كرام أوريانت نيوز ريفو حما